تعالي لي يا هدي أصغنونة حقنا هدي المانا أنت أنا شبهتك بقنبلة يعني السنة الماضية شبهتك بقنبلة أول ما شفتك في مسلسل ربيع المخاء والأصداء اللي أنت فعلتها قلت هذه المنت قنبلة أول حاجة عملتي وقدمتي لهجة لم تقدم من قبل في الدراما الإيمانية كيف حصل هذا الموضوع؟ احكي لي كل حاجة حصلت بالصدفة لا كنت أفكر بالتمثيل صحيح أني كنت أشارف المسرح في المدرسة لكن لم أكن حياتي أنه خلاص أن أكرسها تمثيل وقدرس تمثيل أو أن أصبح ممثلة في شاشة يمنية لأنني جدرت في أكثر من المجال جربت أغني عملت بلوم تمريض سكرتاريا في أكثر من مكان دورت في كل مكان لما لقيت نفسي هنا في التمثيل لقيت نفسي كنت أسوي مقاطع بسيطة على التيك توك ونشرها في إنستجرام في الفيس في واحدة بنت شافتني يعني لفتر انتباهها فلصد وليد العوفي ووجه له تحية من خلال قناة المهارية قال لها الدورة على ممثلة وجوه جديدة بس يشتهن يعني يكون فيه لهم قول فقالت له هذه المانع فلحنا سونا تست سبحان الله اختاروا وشل الدورة توفيق ضربت وفعلتي دور مسك اللهجة على فكرة أنا أول مرة سمعها من هذه أنا لا أعرف لهجة خوبانية هاتفة ولا أنا لا أعرفها خالص فلما يقول لهجة خوبانية جديدة عليها صح لكذا عملت صدى أيوة ما كانت لهجة خوبانية هي كانت لهجة تعزية فأنا قلت له سيد وليد العوفي كل تعز واصلي متواردة كثيرا في مسلسلات لو نغيرها مثلا تهامي لأنه نحب الفن التهامي أو مثلا خوباني قال لي خوباني وتضرب معاك لأنه لا أحد سواء أيوة وفعلا فأنا نصحني وبدأت تغير النص على واحد وحدة وأضيف الدعاوي لا أعرف ماذا سبحان الله قم بله البساطة شوف العفوية الدعاوي لكن كنت ناسية لهجة أصلا هي الدعاوي التي شهرت أنا أجلس مع الأهل لما أجلس مع الأهل أتذكر أتكلم مع أمقباني لكن لما أتكلم معكم الآن طبيعي لهجة بيضاء لكن لما أجلس مع الأهل تخرج كنت تصل لجدتي وتصل لخالاتي أدو لي كلام لك أنا بالموضوع لأن أنا ملخوبة يعني الآن نقدر نقول هذه المانع ستظل في مجال الفن والتمثيل إن شاء الله بإذن الله وأكيد تقدم لنا لهجة مختلفة أتمنى ذلك لكن يكون في إطار معين في شخصية أنا أحبها في شخصية تليق فيها ديل وروح ديل ليس شخصية ممكن أنه لا يمكن أن أقدم فيها حاجة غير أن أنا أقرأ نص فقط أي طبعا هنا روح الفنان تثبت نفسها لما روح الفنان تحب الشخصية التي مكتوبة أعتقد أن هذا خلاص يعني أعتبر أنه الشخصية هذه بتشتهر وتضرب وتوصل لقلوب كل الناس ما غير كذا الورق والتسميع عمره ما بي هو هذا اللي كان يصير معي لما كنا نصور ربي على المخاء أنا كنت أتكلم لها جبيضة فجأة أتكلم في السكن مع البنات خباني لدرجة كان نتكلمين لسلسيف الوافي واصل ضبحتنا باللغجة هذه ويتتكلم خباني بني لسلسيف لا لا أستطيع أن أخرج منها لا أستطيع أن أخرج منها لا أستطيع أن أخرج منها لأ بعد تقريباً شهرين والناس حفظتها خلاص هذه المعنى مسكلة خبانية نحن نقع الحديثة من المتجد ليس نحن نقع أتكرتيني طيب، ممكن تتلقلينا هذا نوع جملة دعوة ليس دعوة لا، دعوة لا ندعي عليها دعول لها وكافحة نقع الحديثة ونقع الحديثة لو حمقها 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 ونقع الحلال قولها ننور الله تلاقي شكرا